بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد والجهة السيد رئيس الجهة وحضرات السيدات والسادة أود أولا وقبل كل شيء أن أعبر لكم عن خالص سعادتي بإلقاء هذه الكلمة وإعطاء انطلاق الأشغال أشغال المناظرات الجهوي للتنمين والسدامة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة ملك محمد السادس نصره الله هذه المحطة نعتبهها اليوم من المحطات الهامة ببلادنا لكونها ستساهم لا محالة في تعبئة كل الجهات حول هدف إرساء أسس تنمية جهوية أكثر استدامة وفي هذا السياق نبقى على يقين من الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه هذه المبادرة الهامة لكونها ستمكن كل مواطن وكل مواطنة من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبلنا المشترك حضرات السيدات والسادة فكما تعلمون انخرطت بلادنا في تنزيل استراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مد مدة حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لتجويد إطار عيش المواطنين والحفاظ على البيئة وتعزيز أسس اقتصاد مسؤول وأكثر استدامة ولكن رغم الجهود المبدولة نعرف اليوم أننا ملزمون أن نسير أبعد في هذا المجال وبسرعة أكبر وبعزيمة أقوى من أجل تحقيق الهداف المتوخات وبهذه المناسبة لن يفوتني أن أعرب عن امتناننا وتقديرنا لجهود التي بدلت على المستوى الجهوي والتي مكنتنا من تعبئة كل الطاقات من أجل إشراك الجميع في مناقشة رهانات التنمية المستدامة على المستوى الجهوي لأخذها بعين الاعتبار في النسخة المحينة لستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة التي اليوم نحن بصدد إعدادها وفي هذا الإطار نبقى مدركين بالدور المهم الذي يجب أن يلعبه كل مواطن وكل مواطنة في تحديد أهم الرهانات وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ولذا قررنا تنظيم هذه المناظرات الجهوية للتنمية المستدامة من أجل تمكين الجميع من المشاركة واقتراح آراء جديدة ومساهمة في إعداد السياسات العمومية ببلادنا هدفنا اليوم هو تعزيز التنمية الجهوية وجعلها أكثر استدامة وكلنا أمل أن تمكن أشغالكم اليوم من تحليل الواقع والوقوف على الرهانات الأساسية التي عندها التي دات الأولوية بالجهة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة وتنمية متوازنة وتنمية مستدامة وفي هذا السياق نعتبر أن تنظيم هذه المناظرة فرصة سانحة لتمكين الجميع من إبداء الرأي حول رهانات التنمية الجهوية كما لن نقناع راسخة أن غين النقاش الذي سيتم في هذا المجال سيمكننا جميعا لا محالة من تحديد رؤية مشتركة حول المستقبل الذي نطبح تحقيقه لكل جهات المملكة حضرات السيدات والسادة علاوة على ما سبق ومن أجل توسيع النقاش حول قضايا التنمية المستدامة ببلادنا حرسنا على إطلاق منصة تفاعلية لاستيقاء أراء وتطلعات كل المواطنين والمواطنات داخل وخارج الوطن وكذا جمعيات المجتمع المدني وكلنا يقين أن مشاركة المواطنين في إنجاح هذا الوشر المهيكل سيمكننا جميعا من اتخاذ القرارات الصائبة كما سيدمن أن مخططات العمل التي سنعتمدها ستستجيب لتطلعات الجميع أريد أن ندعوكم لتخصيص حيز من وقتكم والتفاعل مع هذه المنصة من أجل تمكيننا من معرفة انتداراتكم واقتراحاتكم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة حضرات السيدات والسادة إننا اليوم محتاجون أكثر من أي وقت مضى لانخراطكم الفعلي ومساهماتكم القيمة من أجل تحقيق مستقبل مشرق لجميع ومن هذا المنظور ندعوكم للمشاركة في أشغال هذه المناظرات والعمل على تحليل الواقع والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالجهة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة وإذ نبقى على يقين من نجاح أشغال هذه المناظرات الجهوية من أجل تحديد التدابير التي يتعين اتخاذها لتعزيز التنمية الجهوية القادرة على تشجيع العدالة الاجتماعية وتكريس التنمية البشرية وتقليس الفوارق الترابية والنهوض بأوضاع المرأة وأوضاع الطفل ضمانا للحق في التنمية للأجيال القادمة وفي الختام لا يسعني إلا أن أجدد شكري للمنظمين اليوم ولجميع الفعاليات المشاركة وأن أتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح في أشغال هذه المناظرات الجهوية ووفقنا الله لما فيه خير لهذا الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صهو الله وأيده والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة